فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في بلادنا عندما يتقدم الرجل للزواج بامرأة فإن والد المرأة يشترط على المتقدم لابنته أن يأتي لها بالذهب والفرش وما أشبه ذلك من الهدايا فهل هذا كله يعتبر من الصداق؟ نعم كل ما كان بسبب الزواج فهو من الصداق الهدايا والعطايا وكل ما كان بسبب الزواج فهو من الصداق نعم